السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله مساءكم بكل خير وأسأل الله أن يجعل لنا ولكم أوفر النصيب من بركة هذه الليلة وأن يعتق رقابنا جميعا من النار بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الأول بسم الله الآخر بسم الله الظاهر بسم الله الباطن بسم الله السميع بسم الله البصير بسم الله الخبير بسم الله الودود بسم الله الشكور نبدأ بسم الله ونختم على اسم الله ونقوم للدعوة إلى الله وحياتنا كلها جعلناها نذرا لله اللهم فاكتب لنا الأجر عندك واعتق رقابنا من النار ثم الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يزيد ولا ينقص بإخلاص وصدق نحمد الله على نعمائه على فضله على جوده على كرمه على عطائه على منته على إحسانه الحمد لله على ما أكرمنا به وأنعم به علينا ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب المصطفى والنبي المجتبى خيرة خلق الله اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إخواني في الله أحبتي في الله أسأل الله العظيم أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرُّقنا من بعده تفرُّقا معصوما الهدى والهداية والصلاح والفلاح بيد الله جل وعلا ونحن نتسبب لعلَّ الله أن يقذف في قلوبنا أنوار الهداية يا أيها الناس يا أيها الملوك يا أيها التجار يا أيها الأغنياء يا أيها الفقراء يا أيها الضعفاء يا أيها الأقوياء يا أيها العلماء الكل مخاطب ما هو النداء من الله جل وعلا لنا أرعو إلى نداء الله قلوبكم يقول الله جل وعلا يا أيها الناس أنتم الفقراء اسمع يا فقير وإن كنت غني اسمع يا فقير ولو كنت ملك اسمع يا فقير ولو كنت أمير فالملك لله وما سوى الله فقراء إلى الله اللهم اجعل حياتنا كلها افتقارا لك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد الغني الحميد الله غني وغنى الله جل وعلا محمود تبارك وتعالى وأنا وأنت فقراء الحضور ومن خلف الشاشات نفتقر إلى الله فمن افتقر إلى الله هداه ومن استغنى فالله أغنى جل وعلا يا أخواني ما جئت هنا لأنمق لكم الكلمات ولا لأسطر لكم السطور إنما جئت أطلب الهداية لي ولكم لعل الله أن يهدينا فإن الذي يأذن لي بالكلام هو الله والذي يمدني بالكلام هو الله فعال لما يريد لا يحتاج إلي ولا إليكم فجئنا نظهر فقرنا اللهم فياغني انظر إلينا بنظر الرحمة وأعتق رقابنا من النار أخواني وأحبتي في الله هذه الدنيا دارٌ نعيش فيها لحظات لا أقول سنين ولا دهور والله إنها لحظات مات الملوك مات الأحبة غادر الناس ذهب الرجال والنساء مات الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فني الكل ولا يبقى إلا الله كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام الكل يفنى والكل يزهق والكل ينتهي والكل يضمحل ويبقى الله جل وعلا الذي هو الآن معي ومعكم فلنخلص النوايا لله لنخلص النوايا لله ولا نتأثر بكاميرات تنظر إلينا أو بناس يتابعوننا يجب علينا أن نصدق الله في مقامنا هذا إن صدقنا الله صدقنا وإن رأينا الناس طردنا اللهم فلا تجعلنا من المطرودين اللهم يا سميع الدعاء اكفنا شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه وأعنا على البلاغ أخوتي في الله أيها المسلمون يا أمة محمد إن كنا تيقننا أن بقاءنا في الدنيا محصور مؤقت فأسألكم بالله ماذا أعددنا ماذا أعددنا للانتقال أيها الفضلاء عباد الله في كل لحظة يغادر الناس إلى الله جل وعلا اليوم ودعنا وغدا سنودع اليوم ودعنا وربما نفضنا أيدينا من غبار القبور وغدا سيكون غبار القبور على وجوهنا وأكفاننا اليوم نتكلم وغدا يبكى علينا ويتكلم عننا هذه الدنيا ظلٌ زائل هذه الدنيا اختبارٌ وامتحان هذه الدنيا لا تدوم لأحد ذهب الملوك وتركوها وسيحاسبون على كل كبيرةٍ وصغيرة ذهب الناس وما بقيت إلا أعمالهم من صدق الله فيما عمل صدقه الله الآن هو في قبره ينعم ومن انشغل بالناس فوالله الناس ما يدخلون معنا في قبورنا والله إن الناس لا يدخلون معنا في قبورنا فاصدقوا الله جل وعلا فيما بقي من أعماركم أسأل الله أن يلُمَّ قلوبنا على الإيمان ويجعلنا من أهل التقوى أيها الفضلاء اسمعوا قول الله وتأملوا عن تلك النهاية التي لابد أن تمر علينا عاجلاً أو آجلاً يقول الله جل وعلا حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربّي ارجعون ربّي ارجعون لعلي أعمل صالحاً فيما تركت الله أكبر أخواني أرجوكم أرعوا قلوبكم كلام رب العالمين تأملوا كلام الله جل وعلا وهو يخاطبنا بهذا الخطاب الله أعلم بنفوسنا والله أعلم بأرواحنا والله أعلم بما يُصلح أنفسنا فاستمعوا إلى كلام الله جل وعلا كأنكم أول مرة تسمعونه يقول الله جل وعلا حتى إذا جاء أحدهم الموت تأمل أنك الآن أنت مُت تأمل أنك أنت مُتّي الآن وخرجت روحك وأقبلت على الله ثم تأمل هذه الآيات وقف معها طويلاً وأنا أولكم فإننا نحتاج إلى الله جل وعلا في تلك اللحظات يقول الله حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحاً فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوماً ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون أخواني لو أن واحد مننا الآن هو في قبره فكيف سيكون حالي وحالك كل واحد هو أعلم كل واحد منا أعلم بنفسه أنا أعلم بأسراري وأنت أعلم بأسرارك وتلك أعلم بأسرارها ونحن نعلم ماذا فعلنا في الخفايا خفي عن الناس وما خفي عن الله جل وعلا أسألكم بالله تارك الصلاة الذي دفناه لو خرج من قبره الآن ماذا يريد تخيلوا تأملوا تذكروا تفكروا دفنا ناس يصلي فرض وينام عن فرض لو أخرجناه الآن من قبره ماذا يريد أيريد الدنيا أيريد الأموال أيريد الزوجات أيريد أن يجمع الأموال ويشغل بالوظائف أم يريد فقط أن يتوب إلى الله جل وعلا إذن نحن ما زلنا أحياء أخواني أخواني وأحبتي نحن أحياء في مجال هناك فرصة نستطيع أن نغير حياتنا وأن نقبل على الله جل وعلا الفرصة ما زالت وهذه الفرصة قد ذهبت عن ذلك الذي قبرناه لو أخرجنا مرابي من قبره يأكل الربا ويتعامل بالربا وإذا نصح قال والله إيش نسوح إنا الآن مضغوط علينا الوضع كذا لا بد أن نشتغل بالربا ما نقدر نعيش لازم نعايش الوضع لو أخرجناه أسألكم بالله يريد أن يعايش الوضع هل سيتعامل بالربا الذي أصبح الناس الآن لا يسلمون من غباره كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو أخرجنا شابا مات وأمه عليه غضبانه وأبوه عليه غضبان ماذا يريد أخواني نحن في زمل الإمهال نحن في زمل الإمهال فعلينا أن نتنبه علينا أن نراجع أنفسنا فوالله يا أخواني الكرام إذا فاتت على الطالب في امتحانه فرصة ندم عليها ندما شديدا فكيف باختبار مع الله جل وعلا تأملوا بارك الله فيكم أولئك الصالحين لما ماتوا ماذا خلفوا من ذكر طيب وأولئك أصحاب الفسق والمجون والعري والغناء والنفاق والعلمنة لما ماتوا ماذا خلفوا بعدهم يقول ابن القيم تذهب الشهوات وتبقى التبعات ووالله يا أخواني الكرام الواحد منا يعصي ربه في الصباح فيبقى نادما ينام على فراشه وعينة أدمع فكيف إذا دخل القبر ووقف أمام الله جل وعلا للسؤال والحساب دفننا أحبابنا وغادرناهم كيف حالهم الآن في القبور أتيت القبور فناديتها أين المعظم والمحتقر تفانوا جميعا فما مخبر وماتوا جميعا ومات الخبر نأتي إلى القبور ساكنة لكن يا أخواني في تلك القبور أحوال وأهوال أناس في قبورهم ينعمون اليوم حن في محاضرة تخيلوا لو ما أمدانا نلحق ذا المحاضرة لو أنا ما أمداني أدركها وأتقرب إلى الله بها وكنت الآن في قبري كيف سيكون حالي تخيل أنت ما وفقت لحضور المحاضرة والآن أنت في قبرك الليلة كيف سيكون حالك لا تنظر إلى أن صليت العشاء لكن انظر إلى مجموع حياتك من صل الفجر في جماعة من أدرك السنن الرواتب من صل الظحاء من كمل الأذكار من أدرك البر من قام بالإحسان من تصدق من غض بصره من دعا إلى الله ما هي الأعمال التي قدمناها لتكون رصداً لنا في قبورنا هذا القبر صندوق أعمالي وأعمالك فضائحي وفضائحك يا عبد الله أخباري وأخبارك تظهر في القبر أسألكم بالله ما عندنا من أخبار إذا مت ماذا في جوالي وماذا في جيبي وماذا من أشرط في سيارتي وماذا خلفت في بيتي من الدشوش والأفلام والمسلسلات وعلى ما ربيت زوجتي وأبنائي هذا كله مما يكون معي في صندوق القبر لذلك يا أخواني الكرام لا نجعل محاضراتنا كلام زايد كلام ولا نجعلها دمعات وعبرات وبكاوة مؤثرات بل لا بد أن ننطلق من الكلام إلى العمل فالله لا يريد معلومات وإنما يريد معمولات تأملوا بارك الله فيكم شاب عرفته في الزمن الماضي أعطيكم قصته بإخصصار وكيف أنه غادر الدنيا وكيف كان حاله كان شاب عادي اليوم يا أخواني الكرام الواحد مننا يقول أنا الحمد لله أنا أحسن من غيري صحيح أني مني ملتزم لكن أنا على خير تأتي المرأة تقول أنا الحمد لله أنا على خير أتحجب صحيح أني مقصرة ولكن على خير يا أخواني من عرف الله عز وجل ما يتجرى أن يقول هذه الكلمة الذي يعرف الله ما يتجرى يقول أنا على خير وخلاص أكتفي بما عندي بل يطلب المزيد والمزيد والمزيد حتى يصل إلى الله جل وعلا هذا الشاب كان شاب عادي ذهب في البعثات إلى أمريكا ورجع من أمريكا وقد هداه الله جل وعلا وشرح صدره وأنار بصره وبصيرته ولما عاد آخذت الدعوة بشغاف قلبه يدعو إلى الله ليلا ونهارا ويكون دائما في مجالس العلم ويكون في ميدان الدعوة هذا حاله فلما أصيب بمرض السرطان وبدأ السرطان يجتاح جسده الطاهر رحمه الله رحمةً واسعة وبدأ يتألم وأخذ يسافر من بلد إلى بلد حتى يبحث ويتسبب للعلاج دخلت عليه في مكة قبل وفاته تقريباً بأسبوعين فوجدته في سكن قريب من الحرم حاله يشكى إلى الله رحمه الله رحمةً واسعة فقلت له ما شاء الله إن شاء الله وضعك أحسن إن شاء الله أنك إلى خير قال الحمد لله لكن يا شيخ اسمعوا الكلمة القلوب إذا تحركت مع الله تغيرت المفاهيم اليوم زي ما قلت لكم حنا راضين الواحد مننا يقول أن أحسن من غيري لكن إذا جاءت الهداية اللهم صب الهداية في قلوبنا تتغير المفاهيم ماذا قال هذا الشاب قال يا شيخ لا تظن أني خايف من الموت لا تظن أني خايف من الموت ولكن المرض يا شيخ أقعدني عن الدعوة إلى الله القلوب الحية اللهم احي قلوبنا هذا الرجل الآن يودع السلطان بدأ يأكل جسده نسأل الله أن يشفي مرضانا جميعا يقول هذه الكلمات التي ما زلت أحفظها وتأثرت منها أنا ما خاف من الموت يا شيخ لكن المرض أقعدني عن الدعوة قلت أبشر أتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن العبد يأخذ عمله إذا مرض أو سافر كأنه صحيح مقيم إذن لا تخاف أنت إلى خير وعلى خير فاطمأنت نفسه ثم بعد ذلك تروي لي والدته كيف كانت الخاتمة سافر إلى أحد البلدان وهناك تقول ثلاثة أيام ما استطاع النوم اللهم اشفي مرضى السلطان السلطان إذا وصل إلى العظم يا أخواء الكرام أتوجع أحدكم من ألم الضرس إذا أصابه شفت ألم الضرس اللي يجيك ما يخليك تنام الليل مريض السلطان يشعر به في جميع أعظام جسده وقد قال لي هذا قبل أن يتوفاه الله رحمه الله لا ينام ثلاثة أيام من شدة الألم بعد ثلاثة أيام أغمي عليه دخل في إغماءه تقول والدته بعد تلك الإغماءة وكنت أقرأ عليه القرآن وعينه تدمع تذكرت أول القصة شاب عادي شاب مثلنا يقول أنا أحسن من غيري لكن أنوار الهداية قلبت كل شيء لذلك الله جل وعلا ماذا يقول يقول الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور اللهم اجعل لنا من أنوارك يقول الله ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور اللهم اجعل لنا نورا نسير به حتى نصل إليك اجعل لنا نورا في قبورنا اجعل لنا نورا يوم أن نسير على الصراط اجعل لنا نورا يدلنا على ما يرضيك عنه يقول تقول والدة هذا الشاب فأفاق بعد تلك العبرات والدمعات وهو وأنا أقرأ عليه القرآن فلما أفاق سألني أول سؤال بعد تلك الإغماءة التي أخذت فترة الضحى كلها سألني وقال لي فاتتني صلاة تأملت يا أخواني يا أمة محمد أنا ما أتكلم عن معاذ بن جبل ما أتكلم عن سفيان الثوري أتكلم عن شاب عاش في زماننا زمان الجوالات والواتس أب والتويتر زمان الفيسبوك زمان الأفلام والمسلسلات والدشوش بعض الشباب يقول صعب أني أغير حياتي الهداية صعبة المشهوات والمنكرات كثيرة يا شيخ عاش في زماننا واكب حياتنا عاصر الفتن التي اليوم الشباب يقولون ما نقدر نتوق ونتركها تركها لله تقول الأم ثم بعد ذلك لما أفاق قال فاتتني صلاة قلت لا ما فاتك شيء فتبسم ابتسامة عريضة كأنه فرح أن الصلاة ما فاتته ثم بعد ذلك تقول ضمني وضم والده ثم قال سامحاني سامحوني اعفوا عني إذا أنا قصرت معكم فأطلبكم العفو والسماح ثم بعد ذلك تقول وضع رأسه على وسادته وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله تقول ثم رأيت كفه مالت على السرير فعلمت أنه فارق الحياة شاب عادي درس في أمريكا عاش مع المبتعثين بين تلك الفتن كل ما قلنا الواحد من المبتعثين هناك فتن واصبروا واحتسبوا قال صعب ما نقدر فتن كثيرة هذا عاش هناك وتاب هناك واهتدى هناك في بلاد الغرب بين الفتن وأقبل على الله الهداية لا ترتبط فقط عند الكعبة الهداية لو أن أعمالها أقيمت في أي مكان وزمان نزلت الهداية وهذه من موعودات الله جل وعلا فارق الدنيا وهذه خاتمته ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة يقول الله تبارك وتعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم أيها الأب أيها الأب أنا أعلم أنك تهرب من الموت عشان عيالك أيها الأم أنت تهربين من الموت عشان الأبناء أيها الأبناء الشباب أنتم تهربون من الموت تريدون أن تنظروا ما بقي لكم من مستقبل الحياة لكن الله جل وعلا جعل لكل واحد منا أجلا مسمى تأتي نهاية وينتهي كل شيء ستموت أيها الأب والأيتام لهم رب ستموتين أيها الأم والأيتام لهم رب ستموتون وتغادرون الدنيا وتلقون الله فلا تنشغلون بأبنائكم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لو لا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكم من الصالحين وأكم من الصالحين تأملوها الله جل وعلا هو اللي قال ما هو أنا ولا نبي ولا داعية ولا شيخ ولا مفكر إسلامي الله يخاطبنا جميعا أنا قبلكم الله الذي يقول عندما يأتي الموت كل واحد يطلب تأخير تأجيل ليش من أجل أن يكون من الصالحين أخواني العلماء تكلموا والمشايخ وعضوا والدعوة قامت ووزارة الأوقاف عملات والأئمة بُحَّت أصواتهم ألا هلف لنقبل على الله جل وعلا عند الموت يقول أكم من الصالحين طيب تعالوا لنكن من الصالحين الآن هيا لنقبل على الله جل وعلا لا ننتظر أن يأتينا الموت ثم نقول أكم من الصالحين بل أصلح ما بينك وبين الله حتى تقبل على الله تبارك وتعالى وهو عنك راضي ولا تشغلك الدنيا فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وما بيني وبين العالمين خراب إِذَا صَحَّ مِنْكَ الْوُدُّ فَالْكُلُّ يُهَيِّنُونَ وَكُلُّ مَا عَلَى التُّرَابِ تُّرَابُ بس كيف الله يرضى عنا يا أخواني كيف نسعى إلى رضا الله جل وعلا حتى إذا أقبلنا عليه وجدنا ربا راضيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبرنا يا أخواني عن الرحلة والله أننا سنمر على هذه الرحلة أيقظوا قلوبكم استيقظوا يا أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم رحلة علي بن أبي طالب يقول عن تلك الرحلة آه من طول الطريق وقلة الزاد رحلة طويلة تنتظرنا يا أمة محمد يا أهل لا إله إلا الله يا أهل التوحيد يا أمة الإسلام رحلة طويلة 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 لو أني قلت لكم الآن نمشي رحلة من هنا إلى مكة بعضكم يقول ما أنا جاهز فكيف بالرحلة القادمة والله سيدخل فيها الجميع علماء وعامة وملوك وأمراء وكبار وصغار والله سنأتي إلى تلك الرحلة العجيبة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إن المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزل عليه ملائكة بيض الوجوه تأملوا كيف تلك الملائكة وبيض الوجوه وسوف تراهم وسيأتون إليك وسينزلون عليك ربما تموت في حادث قد تموت في المستشفى ربما تموت وأنت نائم ستأتيك الملائكة يأتي ملك الموت ومعه ملائكة أهل الجنة للمؤمنين ملائكة الرحمة يأتون لأهل الإيمان يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيقف ملك الموت عند رأسك هيا استشعر قف وتأمل هذا الكلام ما هو للبرة ما هو للناس لنا نحن وأنا أولكم الآن تخيل أن فوق رأسك ملك الموت ملك الموت عند رأسك سواء كنت في حادث كنت غريقا كنت حريقا سيأتيك في وسط النار سيأتيك في وسط الماء الذي غرقت فيه سيأتيك في بين لجج البحر سيأتيك في فيجاج الصحراء سيأتيك ملك الموت وأنت على وسادتك سيأتيك ويقف عند رأسك فكيف حالك وماذا جوابك وكيف سيكون وضع خروج الروح يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الإيمان اللهم اجعلنا منهم أهل الإيمان يقف ملك الموت عند رأسك وتلك الملائكة ملائكة الرحمة على مد بصرك جاءوا إلى عمر بن عبد العزيز فسمع أهل البيت عمر بن عبد العزيز وهو يقول مرحبا بغائب ينتظر مرحبا بغائب ينتظر كان الموت لحظة فرح كان الموت وقت سعادة أعدوا العدة وقدموا الثمن فأخذوا النتائج ولذلك فرحوا بالموت والموت والله يا أخواني ما في ألذمنه لكن إذا جاء على طاعه لأنك تلقى الله راضٍ عنك وهذه السعادة وإلا الدنيا دار الشقاء الدنيا دار الشقاء بينها ترى الإنسان فيها مخبراً ألفيته خبراً من الأخبار طبعت على كدرٍ وأنت تريدها صفواً من الأقدار والأكدار ومكلف الأيام ضد طباعها متطلبٌ في الماء جذوة نار دنيا الشقاء دنيا التعب دنيا النكد دنيا الكد السعادة لأهل الإيمان عندما يغادرونها ويلقون الله اللهم أسعدنا عند خروج أرواحنا ثم بعد ذلك الرحلة التي ستعيشها وسوف تلقاها يوماً من الأيام لأن النبي أخبر عنها بأحاديثٍ صحيحة صلى الله عليه وآله وسلم ملك الموت يخرج روحك من عند رأسك فتبدأ بمغادرة أقدامك ويديك حتى تغادر رأسك وتشخص العين تتبع الروح وهي تخرج كيف سيكون الحال؟ كيف ستموت؟ على قراءة القرآن في الصلاة تأملوا يخواني خلونا نسأل أنفسنا أنا أتكلم معكم الآن أنا أتكلم معكم لا تهتمون بما حولنا الآن نتكلم مع بعض بصدق أنا بموت يوم الأيام الآن أنا اللي أكلمكم أنا سأموت وأقول لكم الآن أنا ما أدري كيف أموت وسوف تذكرون كلامي هذا ستذكرون هذه المحاضرة وتقولون الشيخ سبحان الله كان يتساءل يقول ما أدري كيف أموت وكل أصحابنا اللي ماتوا لما كنا نجلس ونتساءل كيف بموت ما كان أي واحد منهم يتوقع موتته التي مات بها واحد كان يقول والله أتوقع أني بموت وأنا شايب عمري ثمانين مات في حادث والثاني مات بمرض وغادر الدنيا انتهى كل شيء أنا الآن أخاطبكم أسألكم بالله دعونا نتفكر كيف سنموت نوعية الموت حادث مرض نوم مرض قلب ولا سلطان وإلا بطريقة بشعاب كيف سيكون طيب متى متى سنموت الليلة بكرة بعد اسبوع ألقيت مرة كلمة في الثقبة ألقيت كلمة كنت أتكلم عن الموت اليوم الثاني يكلمني واحد من جماعة المسجد يقول شفت الشاب اللي كان عليه سارك في أقصى المسجد قال اليوم بنصلي عليه العاصر كنت أقول مثل هذا الكلام متى سنموت ما ندري الآن وأنا أتكلم وأقول لكم متى سنموت كثير مننا الآن يقولوا الله العلم عند الله لكن الغالب على ظننا أن بكرة سنستيقظ ونروح دواماتنا وشغالنا هذا الغالب عندنا طول أمل مؤملين واحد من السلف صلى أذن وأقام فقال لصاحبه صلي بنا المغرب قال لئن صليت بكم المغرب فلن أصلي بكم العشاء فبكى المؤذن قال ما يبكيك قال أو تظن أنك تدرك العشاء أنت ضامن أنك بتصلي بعد العشاء ربما تصلي الصلاة هذه وتغادر الدنيا أخواني ماذا قدم العالم متكلم عن الموت ما في أحد يستدرك العالم ماذا قدم حتى إذا مات وجد دعوته انتشرت وطالب العلم ماذا فعل بعلمه وانطوع ذاك اللي بلحيته وثوبه القصير ماذا عنده من أعمال وخفايا سبحان الله زبيدة زوجة هارون الرشيد ماذا فعلت كلكم تعرفون قصتها عمل جبار أنفقت أموالها في أن تجعل سقايا للحجاج تأتي من الطائف في ذلك الزمان كم أموال بدلت لما ماتت رؤية في المنام فقيل لها ماذا فعل الله بك قالت أدخلني الله الجنة بركيعات كنت أصليها من الليل بركيعات كنت أصليها من الليل اجعل بينك وبين الله خفية فإن القبر خلوة القبر أنا الحالي وإنت الحالك ما أحد معي لا أب لا أم لا زوجة لا أولاد اللي ما يعرف يخلو مع الله في الدنيا فسوف يتعذب في خلوة القبر ما يقدر يخلو ما يعرف يخلو مع الله يتعب تدربوا واستعدوا لقبوركم بأن تكون عندكم خلوات مع الله لا ننشغل يا أخواء الكرام بشيء عن الخلوة مع رب العالمين أخرج ما في مكنون صدرك لله اعترف بذنبك قم الليل ادمع دمعه بانكسار قدام الناس لا تبكي قدام الناس لا تظهر تأثرك إذا خلوت مع الله أظهر ما في خاطرك وأظهر ما في قلبك وتكلم مع ربك واستعد بذلك للقائه في القبر لوحدك فمن أتقن الخلوة مع الله في الدنيا كانت خلوته في قبره طيبة مباركة ومن لم يكن صاحب خلوة فربما تعب في قبره نسأل الله أن يلطف بأحوالنا أخواني وأحبتي في الله قفوا قليلا وأكملوا معي تلك الرحلة الطويلة لقد جاء الموت وجاء الملك قبض روحك أخرجها من رأسك وبعد ذلك توافدت ملائكة الرحمة فأخذت روحك روحك أنا الآن أتوقع كل واحد منكم الآن قاعد يتخيل نفسه هو الجسد لا أنت الروح الآن أنت الروح لما خرجت الآن أنت تنظر إلى جسدك إلى قطعة لحم وعظام مرمية في الأرض وأنت الآن في يد الملائكة عش معي هذه الرحلة أنت الآن في يد الملائكة يحنطونك بحنوط من الجنة وأكفار من الجنة ثم يصعدون بك أنت أنت تصعد الآن أنت في صعود في أيدي الملائكة وكذا كلها أخبار وتوقعات وحنا مهتمين فيها منشدين لها أسأل الله أن يفرج على المسلمين في كل مكان لكن أخبار الموت أصدق من كل التوقعات ما في أحد ما راح يموت كلنا سنموت وسنأتي على تلك السيرة التي أخبرها النبي صلى الله أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم طيب دخلنا يا أخوة الكرام في ذلك العالم بدأت الملائكة تحملك وتصعد بك إلى السماء أنت الآن من أولياء الله لأنك في أيدي ملائكة الرحمة ونعوذ بالله من عذابه وصخطه فإذا برائحة تخرج منك الملائكة ماذا تقول من هذه الريح الطيبة تخيل الآن أنت تسمع الملائكة الملائكة تقول لبعضها وأنت معهم من هذه الريحة الطيبة فتقول الملائكة فلان ابن فنان بأحب الأسماء إليك بعضنا أحب اسم له كنيته بعضنا أحب اسم إليه اسم مستعار بعضنا أحب اسم إليه الاسم الذي يدعى به وسمى به والده أحب الأسماء ستدعى به سينادونك بأحب الأسماء إليك فلان ابن فلان فتستفتح لك السماء فتفتح أبواب السماء أخواني الغيوم والسحب هذه مو سماء هذه مجاورة للسماء أما السماء التي في القرآن فهي ذات أبواب وفتحت السماء فكانت أبوابا تفتح لك أبواب السماء وتدخل ويشيعك من كل سماء مقربوها الآن يا أخوال الكرام كل واحد منا يحرص أنه يكون له مشيعين ونستدخل معه إذا حضر في الزواج يريد أهل الزواج أن يدخلون معه ويرحبون به ويعرفون به لا بعد الموت سيعرف بك ملائكة ملائكة هذه الملائكة ما هو أي ملائكة مقربو كل سماء يشيعونك إلى السماء التي بعدها حتى تصل إلى السماء السابعة هل تخيلت السماوات وأنت يعرج بك فيها روح ترى تلك الأحوال العجيبة حتى تصل إلى السماء السابعة فإذا وصلت إلى السماء السابعة قال الله جل وعلا أكتبوا كتاب عبدي في عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون الله أكبر أكتبوا كتاب عبدي في عليين وأرجعوه إلى الأرض فمنها خلقناهم وفيها نعيدهم ومنها نخرجهم تارة أخرى أسألك بالله هل استشعرت كيف لما يتكلم الجبار جل جلاله مع الملائكة عنك أنت ثم ترجع إلى قبرك ويأتيك منكر ونكير أسودان أزرقان جاء في بعض الروايات أن أصواتهم كالرعد وأبصارهم كالبرق يقعدانك ويسألانك من ربك لا تخاف أن تمت على خير ستقول ربي الله ما دينك لا تخاف ستقول الإسلام تعلم لماذا لأنك تعبت وأنت تعرف الناس بالله فإذا قيل لك من ربك فستقول الله الله عظمناه كبرناه قدسناه أخلصنا له ما أشركنا به ما التفتنا إلى الخلق بل قدمنا أمر الله جل وعلا إذا قيل لك ما دينك أنت داعية تدعو إلى الإسلام ليل نهار فإذا قيل لك ما دينك ستقول الإسلام وإذا قيل لك ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم أنت سرت على سنته تركت سنة اليهود والنصارى وسرت على سنة محمد والناس تحتقرك ويسبونك ويشتمونك وأنت صابر وثابت فإذا قيل لك ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم ستقول محمد صلى الله عليه وآله وسلم عند ذلك يقول الله صادق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له باباً إلى الجنة فيأتيك من روحها وطيبها وأنت في القبر ثم يأتيك شاب طيب الريح طيب الثياب حسن الوجه أنت سوف تتكلم معه بروحك استشعر ستقول له من أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير نسراحوا وتركوك لكن معك رحمات رب العالمين في قبرك اللهم أنزل علينا شآبيب الرحمات في قبورنا واجعل قبورنا خير منازل الدنيا نسكن فيها فيقول لك أنا عملك الطيب ثم بعد ذلك تقول ربي أقم الساعة لعلي أرجع إلى أهلي ومالي أخواني وأحبتي في الله إذا أردنا النجاح فعلينا أولاً أن نتعرف على الله جل وعلا أخواني إذا أردنا النجاح في القبر تعرفوا على الله أحب الله إن شغلوا بالله عظموا الله قدسوا الله كبروا الله إن شغلوا بالله ليلاً ونهاراً حافظوا على ما بينكم وبين الله من أسرار لا يرى الله منك في الخلوة ذنباً بل أره منك خيراً وجاهد نفسك فإذا عظمت الله وتعرفت على قدرته وقوته وسمعه وبصره وجبروته وكبريائه وقربه وقدسيته فأبشر فتح الله عليك أبواب اليقين فرأيت الحق حقاً والباطل باطلاً وعند ذلك سوف تسير على طريق الهداية لأن عندك يقين أن بالصلاة تقضى الحوائج عندك يقين أن بالاستغفار تغفر الذنوب عندك يقين أن بغض البصر تأتي السعادة في القلب عندك يقين أن المرابي ملعون فلن ترابي عندك يقين أن الخمر ملعون وشاربها ملعون وساقيها ملعون وعاصرها ملعون ومعتصرها ملعون عند ذلك لن تقترب منها كأنك ترى الجنة والنار وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يضلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل دعتهم رأه ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله يقين كأنه يرى الله جل وعلا الإحسان أم تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك بهذا ننجو إذا حصلنا على اليقين ورأينا الحق حقا والباطل باطلا اهتدت القلوب وانسقنا إلى الله وجاء الفرج وعندها لا تخاف من الموت أخواني أدعوكم إلى أمرين وأختم بهما أولا الاستقامة فوالله إنها خير من ألف كرامة يا أخواني بعض المشايخ والعلماء والدعاء أجزاهم الله خير ونفع الله بعلمهم ودعوتهم يقولون الحمد لله الشباب على خير بس خلهم مدامهم يأتون للمحاضرات والدروس أنا أقول لا يا شباب الإسلام الجنة يريد لها توبة يراد لها عمل يراد لها استقامة الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك قال قل آمنت بالله ثم استقم لازم نستقيم الاستقامة ما هي برضاك الاستقامة أمر واجب لا بد أن تستقيم وأبشر بالنتائج في قبرك إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون استقم على أمر الله إذا أمرك الله فنفذ وإذا نهاك الله فانتهي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ثم عليكم بأن تنصروا دين الله الجميع لا يجي واحد يا أخوة الكرام يقول أنا ما عندي لحية حالق اللحية ومطلق اللحية والمرأة المتحجبة والمرأة التي لا تتحجب الكل مطالب بنصرة دين الله التاجر بماله والعالم بعلمه والمهندس بعمله والداعية بدعوته الجميع لا نقول إلزهم الله خير القائمين على هداية بيض اللوجهم أنا لازم أكون من أهل الهداية وأدعو إلى هداية ويكون الدين مسؤوليتي فإذا نصرنا دين الله نصرنا الله قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر الأولوي وشكن الله أن يبعث عليكم عذابا من عنده ثم لتدعنه ولا يستجاب لكم عرفنا ليش إحنا في حال الآن يا أخواء الكرام حال من الذلة في عالم المسلمين في حال من الذلة لأننا تركنا الدعوة وترك الدعوة والأمر بالمعروف النعم منكر يسبب الإهانة للأمة ويطردها من العزة فإذا أردنا الرجوع إلى عزة الله فعلينا أن نقوم بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى أسأل الله العظيم بمنه وكرمه أن يعتق رقابنا من النار اللهم يا سميع الدعاء يا مجيب النداء يا رب الأرض والسماء يا ملك الأملاك يا مدير الأفلاك يا من ترى مكاننا يا الله نسألك أن تعتق رقابنا من النار وأن تحسن خواتيمنا ولا تقبض أرواحنا إلا وأنت راضٍ عننا اللهم اجعل خير أيامنا يوم أن نلقاك وخير أعمالنا آخرها واختم بالصالحات آجالنا اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص اللهم إنا نعوذ بك من شرور الناس ومن فتنة الخلق اللهم لا تجعل في قلوبنا أحدا سواك ولا تشغلنا بغيرك واجعلنا من خاصة عبادك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وجزاكم الله خير الجزاء